حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد وفقرة جديدة العمل في مجال الطوارئ الطبية ليس سهلا خاصة للفتيات كونه يتطلب مجهودا كبيرا وقدرة على التحمل والتحديات أكيد طبعا أكيد معنا بستوديو ونرحب بضيوفنا الكرام مي الضفيري فني طوارئ طبية السلام عليكم وطبعا أكيد معنا أنوار أيضا فني طوارئ طبية عدل الحاليا ممكن البعض يتساءل في التحديات التي يتواجهونها خصوصا أنه في صعوبات في مجال عملكم الحوادث المفاجئة كلمونا على الجانب هذا تحديدا طبعا في بداية مزاولتنا المهنة شفنا صعوبات كثيرة ولكن تدربنا عليها مع الخبرة مع وجود زملائنا فني طوارئ طبية في الميدان وطبعا إدارتنا ما قصرت تعطينا دورات مكثفة تخلينا نتخطى هذه الصعوبة فصار عندنا التعامل مع الحدث نتعامل معه بشكل سهل وسلس بعيدا عن مخاوفنا في هذا المجال طيب أنوار العنزية عطينا شوي الصعوبات التي تواجهكم أو اشرحي لنا التي تواجهكم بشكل يومي اللي متعودين عليها نقدر نقول لكن في مجال عملكم أتوقع تكون طبيعية وكل يوم قاعدت مرأة لكم لكن الصعوبات التي تحسينها أمر شوي غريب عليك أو أنه صعب لكن قاعدت تعاملين معها طبعا نواجه دائما صعوبات يوميا بالحراغ اللي تصير حاليا ونواجه صعوبات بالحوادث الكبيرة خصوصا أن الحين الحوادث للأمانة زادت وبظل ظروف طبعا كورونا آخر سنتين تم انتشار الوباء بشكل سريع لكن الصعوبات اللي أكثر شيء واجهناها حاليا هو صعوبة الفيروس الجديد اللي مر علينا تم التعامل معه بصعوبة وحاولنا بقدر الإمكان أن نتخطى هذه الصعوبة من قبل إرشاداتنا من إدارتنا بالطوارئ الطبية ومن قبل وزارة الصحة طبعا وانتي مي شون الصعوبات اللي قاعدت واجهنا بشكل يومي طبعا وشون قاعدت عاملين معها والله الخبرة الخبرة هي اللي تعطينا الدافع أن نحن نتعامل مع الحالات مثل ما ذكرت أنوار أن نحن نمر بشكل دوري في بلاغات مثل حرائق مثل حوادث الكبيرة ومثل ما ذكرت الوباء اللي دخل علينا بشكل مفاجئ في السنتين الماضيتين فهنا لازم نتعلم شون نتحكم بعصابنا شون يكون عندي القدرة أني أنا أتعامل مع كل حدث وكل حالة بطريقة معينة وأستذكر كل الأشياء اللي أنا درستها وأطبقها في الميدان طيب بمالت ذكرتي كورونا أرى على مدار تقريبا سنتين تعاملكم تحديدا مع كورونا مرت علينا أمالة أوقات صعبة جدا في جائحة كورونا تحديدا شو قدروا تتواجهون طبعا مشكلة أو المشاكل والتحديات كذلك أيضا اللي تواجهكم تحديدا في هالفترة طبعا الباباء أول ما دخل علينا دخل علينا بشكل مفاجئ باحترازات مفاجئة شي جديد علينا كمجتمع أو مو بس بالكويت بالعالم كله بداية كنا جدا متخوفين وحريصين أننا نلتزم بلبس الوقائي الكامل الشخصي طبعا في حال أننا طلعنا حق حالات مشتبه فيها أو مؤكدة بالإضافة لعملنا في المحاجر السابقة وطريقة تعاملنا بشكل مباشر مع مريض اللي يكون حامل الفيروس هذا بالنسبة لنا تحدي كبير خوفنا من نقل العدوى حق زملائنا معانا بالعمل أو نقل العدوى حق أهالينا أو نكتسب العدوى من المريض هم هذا كان كان حالة حدي صعبة جدا صعب لما أنت تشتغل بشكل مباشر بالميدان وتخلص ترجع حق أهلك ما تقدر تختلط فيهم بسبة الخوف أنها أنا أخاف أن أكون حامل حق المرض ما بي يعني مثلا أعادي أهلي أو أني أضر أحد فهذه كانت تحديات صعبة بالنسبة لنا في هذا المجال الله تكمل الله يحافظ طيب أنوار كلمين على الإسعافات أو الإسعاف الجوية تحديدة متى تحتاجونها أو شون طريقتكم في التعامل معه نلجأ لهذا النوع من بلغات الإسعافات الجوية خصوصا بالمناطق التي تكون بعيدة ويكون فيها حالات خطرة يتم رسال لها إسعاف جوي أنت تكونون بالهلكبتر يعني نفسها بالإسعاف الجوي ولا تكونون على الأرض لا يكون طاغم طبي خاص بالإسعاف الجوي إحنا بس يتم استقبال نستقبل الحالات التي ستوصل من قبل الإسعاف الجوي ونغلها للمستشفى بأقرب وقت ممكن نعم وبالتالي يعني خلال فترة زمنية أتوقع جدا قصيرة تكون أقل من ربع ساعة بالضبط يعني حتى تساعدون أيضا في السرعة في التعامل مع المرضى وتالي أيضا حفظون على أرواحهم طيب مي حاليا في الفترة القادمة الحمد لله شوي يعني خفت شوي يعني الاشتراطات في كورونا تحديدا أول الجهود التي تبذلونها في كورونا شوي نقدر نقول ريحتوا شوي الفترة هذه شون تبدون تفاجهون كذلك في الأيام العادية في مثلا البلاغات التي قاعدت تجيكم بشكل عام والله الأمانة إلى الآن عندنا ضغط وما خفين الأمانة البلاغات قاعدت تزيد بالأخص يعني الناس صارت من تحس يعني أن أنا أحس أنه فيني شيء يتصل على واحد واحد اثنين ويطلب أسعاف والله للآن احنا ملتزمين بالاشتراطات أنه احنا لما نطلع حالة مشتبه فيها أو مؤكد إصابتها في فيروس كورونا أنه احنا نلتزم باللبس الوقائي الكامل بعد كل حالة يتم تبديله نحاول قد ما نقدر أنه احنا نوفر الرعاية الكاملة حق سواء المشتبه أو المصاب أو الشخص اللي شاك أن يكون في كورونا نقدم له الرعاية الطبية الكاملة قبل أن نوصلها للمستشفى طيب أدري أن المواقف مرت عليكم كثيرة بأشكال ونوع لكن يعني في بعض المواقف أكيد ظلتها في بالكم علمون عنها طبعا بالنسبة لي شخصيا أنا في بداية مشواري المهني واجهتني صعوبة في تقبل المجتمع والوجود المرأة في هذا المجال للأمانة الناس كانوا يعني متخوفين من وجود مرأة في هذا المجال أنها غير قادرة على التكيف مع مثل ما نقول جو كان للرجال فقط أو مهنة كانت مقتصرة على الرجال ولكن بالوقت الحالي لله الحمد صار فيه وعي الناس صارت لما تتصل على واحد واحد اثنين تطلب بالاسم أننا نحن نبي فنية طوارق طبية لبعض الحالات هذا ندل على أهمية المرأة في هذا المجال وهذا كان بالنسبة لي من المواقف التي مريت فيها طيب ما وجهت أيضا مواقف صعبة في هذا المجال بس بأيام بس بالفترة الأخيرة كما ذكرت أختي مي كورونا حدثنا أننا دايما أننا نلتزم باللبس الوقائي بس أكثر شيء أننا كنا نواجهة بالمواقف التي هي بحالات كورونا صعوبة تقبل المريض أنه فيه كورونا كنا نواجه صعوبة بالتعامل معه لأنه أصلا مراضي نفسه يتقبل أنه كان فيه كورونا فهذا كان بحد ذاته صعوبة فبعض المرأة أن المرضى لا تتقبل أنه يكون فيها خصوصا نفس ما ذكرنا هذا مرض جديد عليهم وليس متقبلين أهما أساسا أن هذا كوباء عالمي فأغلب المرأة أننا كنا نواجه صعوبة بعض هذه الحالات نفس حالات كورونا أكيد طبعا طيب يعني بالنسبة حق دوامكم يعني شون الآلية للدوام ساعات معينة مثلا أو على بالاتصال ممكن يكون وتواجهون الحالات المعنية طبعا دوامنا إحنا كفنيات طوارة طبية مقسم لأننا ما شاء الله ماخذين في بعض نشتغل بعض الأقسام غير مراكز الأسعاف هم قاعدين نشتغل في قسم العمليات عندنا في دارة طوارة طبية قسم العلاقات العامة قسم التدريب ومثل ما ذكرت لك هم عندنا في مراكز الأسعاف طبعا الدوام من الساعة السبعة الصبح إلى الثنتين الظهر مع وجود خفارات أو من الساعة سبعة المغرب إلى الساعة سبعة صباحا أو العكس هذا في قسم العمليات 12 ساعة بالنسبة حق قسم التدريب على حسب آليتهم لأنه عندهم يقطون دورات خارج أوقات الدوام الرسمي فالأوقات عندنا مختلفة على حسب المكان اللي احنا فيه طيب الأوقات هذه يعني مو ثابتة في ساعات معينة مثل ما ذكرتي هذه الدوام تحديدا خصوصا بالخفارات ما قاعدت تأثرة حياتك شخصية؟ والله تعودنا هذا أول شيء غير شيء حبنا للعمل يعني هو حب العمل هو اللي خلاننا أننا نعطي من وقتنا الشخصي للدوام طيب يعني نسبة البنات حاليا بما أن ذكرتي بالبداية شيء كانت صعوبة في تقبل دور المرأة تحديدا في هذا المجال الآن هل قاعد تشوفين نسبة سيدات تحديدا في هذا المجال زادت؟ نعم بالنسبة للسنوات الأخيرة ما شاء الله تبارك الرحمن وجود العنصر النسائي قاعد يزيد في إدارة الطوارئ الطبية وهذا شيء يسعدني للأمانة لأنه صار وعي وصار أن وجود أهمية المرأة في هذه المجالات تخدمها بأكثر من طريقة مثل ما ذكرت بالسابق أنه في بلاغات تحتاج لوجود المرأة تدري أننا في مجتمع نوعا ما محافظ في ناس ما ترضى أن مثلا زوجته أو أخته يمسكها مثلا مسعف أو يسعفها لا مصر أنه يكون في عنصر نسائي أنه تخدمها فالأمانة أنا أشجع على وجود العنصر النسائي في هذا المجال لأنه مهم جدا طيب أنوار بعد يمكن من كلامكم في بعض البنات يمكن تشجعوا لدخول هذا المجال بشون نقدر مثلا نعطيهم أو تنصحينهم في آلية العمل وعلى أقل تتذبينهم لهذه الوظيفة أول شي حاب نصحهم أن يكونوا كلهم ينضمون لهذا المجال الطبي لأنه مجال طبي واضح ومهما كانت فيه صعوبات بعدهم فيه نقاض لأرواح الناس الثانية ويساعدهم أساسا بحياتهم اليومية يعني قد يحتاجون أهم كشخص عادي يحتاج أسعافات أولية لا سمح الله يحتاج حق أهله أو ينقذ أحد جدامة صار لأي حادث فللأمانة أحثهم حيل على أنه أهم يضطرغون لهذا المجال لأنه مجال طبي مخصص حيل للإسعافات الأولية ويحتاجون دائما بكل موقف قد يصادفهم سواء نفس ما ذكرنا قبل بالبيت أو بالأماكن العامة نعم أكيد مثل ما ذكرت سعافات الأولية يعني نحتاج حق أي شخص سواء أنه كان مختص فمثل ما ذكرت ممكن يمر عليه بموقف أو شيء طيب أبي أعطينا كلمة هذه اللي حابة الحين تشجع وتهدش أنا أنصح كل واحدة عندها حب وشغف لدخول هذا المجال أنصحها أنها تخوض بهذا المجال وتتعلم وتدخل تخصص فيني طوارئة طبية ونشوفها تنافسنا بالميدان طيب الزين الدورات مثلا في وحدتهم مثلا مقدمة وتدخل في هذا المجال هل الآلية الدخول أو الدورات أو حجم هذه الدورات أو عددها على الأقل نعطيهم تفاصيل زيادة طبعا نحن تابعين للهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب بعد التخرج من الثانوية تقدم كلية علم صحية تخصص فيني طوارئة طبية مدة الدراسة سنتين ونص بعد الاجتياز إن شاء الله تقدم على وزارة الصحة وإدارتنا وإن شاء الله يتم قبولها بعد القبول إدارتنا مخصصة دورات تدريبية تنشيطية عندنا بالبداية دورة بيزيك كورز يعني اللي يلتحق فيها الطلبة اللي حدثين التخرج من التعليم التطبيقي وعندنا دورتنا المتقدمة دورة فني طوارئة طبية متقدم هذه بعد سنوات من الخبرة يدخلها ويصير فني طوارئة طبية متقدم يعني بعد الدراسة وهذا يصير فني طوارئة طبية متقدم إن شاء الله أتمنى أمانة كل توفيق لكم خصوصا في هذا المجال تحديدا وإنقاذ الألواح أمانة شيء تشكرون عليه وأمانة نفتخر فيه أشكرت مي على تواجدت معنا اليوم وأيضا على النصائح التي تعطينا حق الفتيات أيضا كذلك أنوار كل شكر لكم على حضوركم اليوم ويعطيكم ألف حافية الله يعافيك مشاهدين الكرام طبعا وصلنا في نهاية حلقتنا اليوم كذلك أيضا شفتوا كثير عندنا كانت مواضيع وفقرات وكانت يا هذه آخر فقراتنا اليوم نتمنى تكون عجبتكم موعدنا معكم إن شاء الله يتجدد باتر مع مواضيع منوعة وكذلك أيضا أخبار منوعة انطرونا باتر